السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا بكم يا شباب النهاردة الفيديو بتاعنا بسيط وسريع ان شاء الله عن انواع الخشب اللي قدر استعملها في مجال الحفر عشان فيه ناس المبتدئين بدأوا يسألوني ايه الفرق بين الخشب الصناعية والاخشب الطبيعية وايه الافضل في عملية الحفر شوفوا يا شباب بداية اول خشب ممكن تقدر تستخدمه في عملية الحفر او في عملية النحت على الخشب خشب اسمه الام دي اف وده بيتباع عبارة عن لوح مقاس و244 في 122 ليه سمكات مختلفة بتبدأ من 3 ميلي لحد تقريبا 5 سنتي تقريبا الافضل انك تجيب ال 18 ميلي او ال 12 ميلي السماكة او التخانة ممكن تستفيد بيه في عملية النحت والحفر والميزة اللي فيه ان هو عبارة عن فضلات خشب مضغوطة تحت ضغط دقة عالي جدا ممكن تستخدم ادوات الحفر في اي اتجاه لانه مفهوش الياف بالنسبة لك لو كنت لسا بتبدأ الحفر تمام الخشب ده خشب الام دي اف فيه منه النوع الاخضر ده مقاوم للمية لو قدرت توصل له يبقى ممتاز جدا لانه مفهوش سيليكات ويبيكون كويس في عملية النحت تمام لو ما قدرتش توصل له بتستخدم النوع العادي دهوت النوع ده ناجح جدا يا شباب وبيستخدم في معظم دلوقتي في معظم اعمال الموبيلية وفي معظم اعمال الحفر والقيمة زي ما احنا شايفين كده القطع دي منفزة بخشب الام دي اف تمام ممكن استخدمها كتاج للستاير او كتاج مثلا لدولاب او حاجة اوضافها زي ما انا عايز لو كان عندك لو انت بتشتغل زخارف كبيرة قيمة زي ديت مقاساتها مثلا متر في خمسين بيكون الانجح انك تستخدم خشب الام دي اف لو استخدمت الاخشاب الطبيعية بيكون فيه دايما لحمات اللحمات بمرور الوقت مثلا لو عندنا لحم هنا وبدأت تتفرغ اللحمات دي بمرور الوقت بتبدأ تتفتت منك وما بتعشش وما بتعمرش فترة طويلة الا اذا كنت بتستخدم خشب قوي زي خشب الزان مثلا وعلى الموبيلية تمام لكن لو بتشتغل شغل زي ده على مساحات كبيرة على حيطة على دولاب فالانجح والافضل انك تستخدم خشب الام دي اف عيب خشب الام دي اف انه هو بيمتص الرطوبة او لو فيه مية بتؤدي الى فساده لكنه مقاوم للتسوس ما بيسوسش زي الاخشاب الطبيعية تمام؟ ده باختصار عن الخشب الصناعي نخش بعد كده بسرعة على الاخشاب الطبيعية عندنا اشهر الاخشاب الموجودة في مصر او في الوطن العربي عندنا خشب السويدي اللي احنا شايفينه ده دي طبعا اسمها التجزيع الخشب تمام؟ فيه الخشب التاني ده اللي هو خشب الزان خشب الزان يعتبر اقوى وانجح من خشب السويدي في عملية الحفر تمام؟ ليه؟ لان خشب الزان متماسك الالياف اكتر خشب السويدي شايفين الياف المتبعدة ازاي؟ ثانيا خشب السويدي بيستخدم في عملية الحفر ولكن لو فيه عمال حفر دقيقة جدا يفضل استخدام خشب الزان بمعنى ايه؟ بمعنى انا لو عندي مثلا قطعة فنية زي دي كده تمام؟ دي ما ينفعش انا في اذهب خشب السويدي مش هتكون نكحة قوي لان الاجزاء الرفيعة دي ممكن تتكسر منك لان الالياف مش همتماسكة قوي زي خشب الزان تمام؟ وفي نفس الوقت ما ينفعش استخدم خشب الام دي اف ده في عمل قطع فنية زي دي ليه؟ لان خشب الام دي اف خشب فقير يعني مجزات قيمة يعني نعمل عمل فني لازم يكون لي قيمة فبستخدم الخشب الطبيعي واستفيد من الالياف بتاعته ما ينفعش استخدم خشب ام دي اف وسانيا لان برضو الاجزاء الرفيعة الصغيرة دي هتتكسر منك فعملية الحفر تمام؟ عندي خشب زي ده اسمه خشب الصاج والخشب ده منتشر جدا في الدول العربية الدول العربية الخليجية تمام؟ لانه الميزة اللي فيه انه هو خشب فيه نسبة من الزيت فبيقاوم الحرارة وبيقاوم الشمس ومعمر جدا تمام؟ لكن مشكلته ان سعره غالي جدا وهو ممتاز في عملية الحفر القطعة اللي قدامنا دي القطعة الفنية دي معمولة القطعة النحطية دي معمولة من خشب الصاج زي ما احنا شايفين كده تمام؟ قطعة زي دي صعبة جدا اعملها من خشب الام دي اف تمام؟ لان هي مش هتكون ذات قيمة انا بستفيق شايفين التجزيع اللي في الخشب كل ده يعتبر قيمة فنية في العمل الفني وفي نفس الوقت الحاجات الدقيقة الصغيرة دي ما اقدرش ابدا اعملها بالام دي اف حتى لو عملتها بتكون عرضة بعد كده ان هي تتكسر وتتفتت منك بمرور الوقت تمام؟ فده معمول من خشب الصاج اللي هو قدامنا ده تمام؟ حاجة نموذج اخير والتالت قطعة زي دي مثلا دي معمولة بطريقة الخرط وفيها تفريغ زي ما احنا شايفين كده فقطعة زي دي برضو ما ينفعش اعملها بخشب الام دي اف او لخشب الصناعية تمام؟ لان فيها عملية خرط مش هنفع ابدا اخرط الام دي اف على الخشب على المخرطة او يديني النتيجة دي فبالتالي الخلاصة ايه عشان الموضوع يعني نوصل لنتيجة انت لو بتعمل شغل قيمة زي ده كده فالانجح ليك والافضل ليك والارخص في السعر هو خشب الام دي اف لانه قطعة مستطيلة هتفرغ منها براحتك وتبدأ تحفر وتشتغل وخصوصا لو كنت لسه مبتدئ تمام؟ لو بتعمل شغل تحف او قطع فنية زي دي كده مثلا فيفضل انت تستخدم الاخشاب الطبيعية زي الزان او زي اخشاب السنديان او زي خشب الصاد او اي خشب الالياب بتاعته متماسكة وقوية زي خشب الارغو مثلا ممكن تستخدم السويدي لو كان النموذج بتاعك او التصميم بتاعك كبير شوية ومفهوش تفاصيل صغيرة بالنسبة للنمازج اللي هنا شايفينها دي انا هسيب الرابط بتاعها ان شاء الله اسفل الفيديو بحيث اللي حابب يتفرج على طريق التنفيذ الاشغال دي ان شاء الله ابا كده احنا عرفنا الفرق بين الاخشاب الصناعية والاخشاب الطبيعية في عملية الحفر وانهون اللي اقدر استخدمه وايه المجال بتاعه اتمنى الفيديو يكون مفيد يا ريت لو كان في استفادة طبعا ما ننساش تدعيلي بالتوفيق والقزاء الله خير وشكرا ليكو جميعا يا شباب ومع السلامة اشتركوا في القناة